اشتركوا في القناة كل عمل تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية هو تعزيز نهضة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن في الحياة الكريمة والله العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضائمة على هذا التعاون الكبير بيننا وان شاء الله بيستمر وزيارتي لأخواننا اليوم لشكرهم على ما يقدموه ويقدمونا لخدمة شعب البحرين والتعاون الموجود فيما بيننا تعاون كبير وانا اكد على هذا التعاون وجيت اشكرهم على هذا التعاون والله يقدرنا ان شاء الله على العمل جميع في كل ما يهم المواطن والوطن ان شاء الله كان مبدأه راسخا ونهجه حكيما وابوابه مفتوحة ومشرعة كقلبه الذي كان يسكنه كل بحرني وعباراته التي كان يتردد صداها لتصل الى قلوبنا قبل مسامعنا والتي كانت تقول ان المواطن البحرني في قمة اولوياتنا فصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله كان حريصا كل الحرص ان يكون المبدأ الثابت لدى الحكومة وغايتها هو رفعة الوطن وتلبية طموحات المواطن والحفاظ على ما تحقق له من مكتسبات معيشية فكان دائم التأكيد على ان النهج الذي ارساه جلالة الملك المفدة في التمسك بمبادئ التطوير والتحديث وترسيخ اسس دولة القانون والمؤسسات اثمرة عن نجاح في توطيد التعاون بين السلطات في كل ما يخدم البحرين ويزيد من تطورها في الاسعدة التنموية كافة وهذا منعكس جليا على ملامح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشرعية فالراحل رحمه الله كان في كل لقاء يجمعه مع السلطة التشرعية كان يؤكد على وجوب استمرار مسار التعاون والتشاور بين السلطتين والذي يقوم على ركاء الصلبة وحرص مشترك على تحقيق ما يتطلع عليه المواطنون من حياة كريمة ومزدهرة ويؤكد في مضامين كلماته حرص الحكومة المستمر في نهج التعاون والتشاور فكانت توجيهاته للوزراء والمسؤولين تدعوهم إلى زيادة التعاون مع السلطة التشرعية وتسهيل عملها مما كان له عظيم الأثر في إنجاز العديد من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين ومن إيمان سموه الراسخ بالدور الذي تقوم به السلطة التشرعية فقد نادى مرارا وتكرارا بهمية وحتمية تنوع أوجه التعاون وزيادة أواصر التفاهمات المشتركة بين السلطتين ففي كل مناسبة كان سموه رحمه الله يهم بالتأكيد على أن التجربة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مفتوحة على المستقبل وعلى التطور المستمر ضمن أفق يتسع ليصل إلى مرحلة متقدمة في العلاقة بين هاتين السلطتين على مستوى التعاون والتكامل لما فيه مصلحة البلد والمواطن فكان كل دور عقاد وفصل تشريعي جديد يأتي ليوثق هذا التعاون والتنسيق ويطور من أدواته وأبجدياته ليتمخذ عنه إنجازات تشريعية ورقابية أسهمت في تسهيل أمور المواطنين ومعيشتهم ورسم ملامح المستقبل وكانت شهدة على وطيرة الإنجاز الوطني لا طالما كان سموه رحمه الله يؤكد أن الطموحات كبيرة وبلا حدود للوطن والشعب وأن الحكومة وبتوجهات جلالة الملك المفدة عملت وستعمل المستحيل على تحيقها وتذليل كل العوائق والتحديات في سبيلها وأن التعاون مع السلطة التشريعية كان دائما نموذجا في شكله ومثمرا في عطائه بفضل ما يجمعهما من رؤى مشتركة وهدف واحد وهو الطموح تجاه المزيد لخدمة المواطن البحريني